السلام عليكم شيء ما وهو خطأ كبير خطأ فادح ووجد نظرنا ان كده يمشي وكده يمشي فلما يختار كده والدنيا ما تمشيش يعني معلش ففي ناس وجد نظرها في الجزئية ان حرية المرأة بعد الزواج انها مثلا تخرج مع صحابها ماشي ما عندوش مشكلة وصحابها دول ممكن يبقوا بناتها على ولاد مخلطين يقول لك عادي انا مش هغير السقافة الروسية او الاوروبية انا متجاوز واحدة اوروبية مثلا متجاوز واحدة روسية متجاوز واحدة اوكرانية متجاوز واحدة من احد فبقى وجد نظره في الحرية ان هي كده اقول لك ما انا كمان باخرد مع صحابيها بتقوليش حاجة فدي وجد نظر في الحرية برضو ان هي تقول له طب انا عايزة اسافر مثلا اصيف او اشتي اروح مثلا تركيا ولا تايلاند فهو يقول لها انا معلش ما عنديش اجازة في الشغل فممكن تروحي لوحدك فعنده حطة ان امراته تسافر لوحدها او تروح تلات ايام مثلا تتسلق جبال تروح تتزلج عالجليد تروح تزور اهلها من غيره لمدة تلات اربعة ايام وتيجي اسبوع وتيجي خمس تاشر يوم وتيجي ده ما عندهش مشكلة فيها وتبدأ مرة في التانية في التالتة بعد كيف يتعاود بالموضوع عادي جدا بالنسبة له والزوج العربي في الحالة دي بيبقى فكره كده ان هو متمدن والدنيا بالنسبة له زبادي في الخلاط ان انا خلاص كده انا مندمج بقى ومراتي بتسافر من غير بازني طبعا بس من غير حدود من غير من غير اي مشاكل ما بنتخنقش ما بيحصلش مشاكل لانه ما بيعرفش اصلا هي سفرت عملت ايه ما بيسألش ما بيهتمش وهي ممكن واحدة محترمة ما بتعملش اي اخطاء وكل حاجة ولكن الرتم السفريات والخرجات وده هو اللي بيجرقها ان هي تعمل اخطاء وهي مع الوقت ما بتحسش انها اخطاء وان عادي ففي واحد مثلا عربي اسأله هو اقول له طب انت كمان بتعمل نفس الموضوع يقول لي اه طبعا ساعات بات في الشغل عادي ما بقش في مشاكل يعني ممكن تعود يومين ما تشوفنيش يا راجل انت ممكن تسافر بلدك من غيرها يقول لك لا اولا مرة سفرت بلدي من غيرها لازم تكون معايا طبعا اهلي هيقوله في المراتك وبتاع مصحش طيب عمرك سفرت اي حتة لوحدك يقول لك لا اصلا ما فيش اجازات يعني الموضوع ده ساري عليها هي ان هي تسافر بدون حدود وانت مش ساري عليك يقول لك لا اصلا انا بقمحتاج فلوس وماخدش اجازات عشان ابدلهم بفلوسه وخصوصا انا هاصلا هروح فين انا غريب في البلد دي واحد متجوز واحدة بقاله اتناشر سنة يقول لك انا غريب في البلد دي قاعد في البلد بقاله سبعين سنة في روسيا مثلا واحد يبقاله سبع تمان سنين عشر سنين عشرين سنة يقول لك اصلا هروح فين وبتاع مال مدينة روسيا حفزنها وكل حاجة كمان اوروبا وانت عارف في مشاكل اهو بعد الحرب الاوكرانية فاللي هو يقول لك بعد الحرب الاوكرانية اهو بقالنا سنة وشهرين ولا داخلين على سنة وثلاث شهور والاوروبا مقفولة علينا وشكلها كده هتبقى كده للابد فما فيش حتى نسافر فيها والطيران صعبه يعني خير والفلوس بقى المصاريف وبتاعه. طب امراتك بتلاقي فلوس وبتروح زنزبار. فيقول لك اه زنزبار بيقوله جميلة والله زيبالي كده. طب انت روحت زنزبار دي. يقول لقى ما اصل امراتي ما اي امراتي عايزة تروح انا ما احبش انا اروح الاماكن اي يا جميلة وكل حاجة. بص عليش انا بقى في البحر والبلبططة. تقول له لا ثواني انت زلت لسانك قالت ايه في الاول? مراتي ما سمحتش. مراتك ما سمحت لكش تروح معاها زنزبار. ممكن تقول لك تعالى معايا تركيا. تعالى معايا الاردن. بيروحوا تعالى معايا دبي مسلا. لكن. تيجي زنزبار وتقول لك لا معايش صراحة مع صاحباتي مش هانفع تيجي معانا. فايه سر زنزبار حضرتك? زنزبار ليها ستايل. شوية مختلف. دولة افريقية. اه مشهورة زنزبار بالسياحة الكده اللي مش تمام. اه مكان جميل اه راحة جميلة ولكن في قبائل اسمها الماساي. شباب من الماساي دول بيلفوا على الستات على البلايج وبيعرض خدماته مقابل تلاتين دولار خمسين دولار ميت دولار في اليوم. يفسحها يوديها ويجيبها ويبقى مرافق لها طول الوقت. فمجموعة سيدات متزوجات في سن الاربعينات حقا كده. في التلاتينات زي ما انت عايز يعني غاليا ما مكونوش صغارين في السن. اه بيلقطوا شباب زي دول او شباب زي دول بيستلقطوهم ويبتدوا ايه? اه كل واحدة تأجر غرفة زي موتيل كده. تبقى هي والشاب ده. وكل يوم يلفلفوا بقى يوريها جزيرة ايه? مش عارف تعالى نشتري ايه? تعالى نشتري موز تعالى نجيب مانجا في اه مش عارف ايه. اه شويت. فسح وكسكورشنز. تعالي هنلف بالتوكتوك. اه هنروح صهرة حلو نايت كلاب موجود في مش عارف فين. يفسحها ويش هيصها وهي دي الحياة. فاللي بتروح زنزبار بتتختم ختم كده حتى لو ما عملتش حاجة. حتى لو ما مشتش مع شباب بتروح المصايا دول بس شافت قدامها وعاشت في الاتموسفير ده. ومسلا اربعة مع بعض خمس ستات مع بعض. ده ميمات تخان بقى وحالتهم كده فالشاب ده هيقدرها ويديها مقامها وكل حاجة. وهترجع موصومة بوصمة العارف. اتعودت على معين لو راحت تركيا هتكرره. لو راحت بالي هتكرره. لو راحت كوبا هتكرره. ففي ستات تفاجأ. تفاجأ كده ان جوزها عارف حاجة. اه شاف صورها مع واحد حاضنها في صفحة الانستجرام بتاعة واحدة من صاحباتها. حطت الصور كلها فبنت مراته اه واحد بقى من المصاي ولا واحد من كوبا ولا بتاع ده حاضنها في الصورة وبتاع ده يقول لها ايه ده? يقول له عادي بنصيف يا حبيبي في ايه? يقول له لأ وريني تليفون كورين الصور اللي انت صورت فيها وبتاع ده اه مسحتهم مش موجود وتبتيج تكذب مع انها ستة كانت محترمة وبتكذبش ولكن كتر ان هي لوحدها من غير جوزها جرقها والاتموسفير اللي حواليها جرقها ان كل صاحباتها رايحين يعملوا كزا. ده تخيل يا مؤمن ان في روسيات مؤمنة وموقنة تقول لك المفروض ان الزوج يتغير كل ثلاثة اربع سنين زي العربية. وغالبا تقول لك غالبا جوزي هو بيعمل كده برضا. آآ بيخلني مع واحدة يعود معها سلاثين تلاتة. آآ فعني ايه جوزي هو جوزي منظر كده يعني قدام المجتمع قدام العيال بس كل واحد في حياته ولا عيضه بالله يعني ده ستايل مش كل الناس كده بس فيه ستة تفكر كده. تقول لك خلاص بعد اول تلاتة اربع سنين جواز خلاص جوزي ما بقاش جوزي بقى مجرد آآ واجهة. لكن الحبيب العشيق. لا ده حاجة تانية بقى بروح اشوفها انا بقى تقول لك اروح اشوفها في تركيا في زنزبار هي تروح تشوفها في الحتة اللي هي عايزها. والاشهر زنزبار. ف دايما اقول للشباب اقول له اوعى 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 مراتك تسافر من غيرك. الاسلام بيقول كده. الشخصية الانسانية بتقول كده. السيكولوجي بتقول كده. الواقع اللي بنشوفه بيقول كده. ولو هتسافر لوحدة مرة لأهلها ولا حاجة. والمرة التانية بقى روح معاه. لكن تروح تصيف. وفي زنزبار فبقول للناس اللي. الناس العرب اللي متجاوزين روسيات. لو نوض او لسه هتتجاوز. لو متجاوز او لسه هتتجاوز واحدة راحت زنزبار. حياتك قطعا هتبقى مرار. تدري او لا تدري. ستكتشف او لا تكتشف. هتبقى في جفاء. وماتش هفهم مش فهم الجفاء جاي من لين. لان هي مستمتعة في حتة تانية خالص. دماغة في حتة تانية خالص. يا رب تكون الحلقة مفيدة. سبحانك الله وبحمدك اشهد وان لا 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 انت تخيركم واتوبوا لك. جبكم على خير. الحمد لله. السلام عليكم.